الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ هُمْ الْيَهُودِ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بِالْقَتْلُ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ في هذه الآية وهذا المقطع من الآيات في وقفات هذا الأمر يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود كانت تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كفا يد اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله تعالى قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلْكُمْ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْ يَبْسُطُوا إِلَىٰ رَسُولِكُمْ أَيْدِيَهُمْ أن يبسطوا إليكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوذي فقد أوذي كل مسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسيئ إليه فقد أسيئ إلى كل مسلم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا دين الأنبياء كلهم بالنسبة لنا عقيدة فليس لأحد أن يتكلم على نبي بنقص أو أن يتكلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنقص ثم يقول لنا أنا بس ما تكلمت عليك أنا ما أرّبت لا منك ولا من عيلتك أنت أسأت لكل مسلمي الأرض لكل مؤمني الأرض لكل عقلاء الأرض عندما أضمرت شراً ورحت تنفذه في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ لأن كف اليد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كف اليد عن كل المسلمين وهذه واحدة ثم واحدة ثانية إن من أكبر نعم الله تعالى علينا أن ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنجو من بعده سنته يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هذه نعمة كبيرة إذا نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نعمة لكم كبيرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان جاء لنشر الخير في هذه الأرض جاء لنشر الرحمة في هذه الأرض فإذا أهل الرحمة نجوا من أهل القسوة وأهل الباطل فهذه نعمة كبيرة وإذا أهل الرحمة ضيق عليهم وأوذوا من قبل أهل الباطل فهذا سوء سينال الأرض كلها اذكروا نعمة الله عليكم يا رب إليك الحمد أن أرسلت لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب إليك الحمد أن جاءتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغتنا يا أخوان نحن اليوم نصلي كيف نصلي أين تقرؤون في آيات القرآن الكريم أن صلاة العشاء أربع ركعات لا يوجد أين تقرؤون أن السنن القبلية والبعدية ثنتي عشرة ركعة أو ثنتي عشرة ركعة أين تقرؤون أن من صلى ثنتي عشرة ركعة تطوعاً في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة أين تقرؤون هذا نحن نقرأه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله سلامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هذه نعمة النعم وهذه أكبر النعم بفضل الله لأن ديننا قرآن وسنة ترجمة نانسي قنقر